هيدا البودكاست من إنتاج حكواتي وكل الأراء اللي عم تسمعون بهيدا البودكاست هي رأيي أنا وهيسن بس وما بتمثل حكواتي أول شي بونسوار ايه أنا عم بلش هاي الحلقة اليوم لا للأسف مش لأنه غنوة مش معي معي هي مش معي فعلياً لأنه أنا محزور بالبيت بعدني بس غنوة بقعدي بالستوديو كمان عم بتبرعت واخدته كله لألة هاي غنوة هاي هاي سام يعني عن جد أسبوعي جديد وكمان يعني لحالي بالستوديو I feel so good صراحة I feel like أنه أنا ملك الدنيا وأنه أنت مش بالستوديو فأنه thank you إن شاء الله أحسن أحسن وبعد ما في عوارض يعني بس أنه خليني محزور حياتي أحسن ما أم أضرب لي شي حدا وهيك وحس بالزنب مش حلوة صح صح بعدين قالت إنه هيك هيك أنا بالبيت بجرب شوي عيشة البيت إنه قاعد 24 ساعة 24 مثلاً ببيت واحد بمطرح واحد إنه في ناس بيعملوا هيك لا بلى أكيد حياتي وأصلاً إنه هلأ ما فينا كتير نمزح بالخبرية إنه إذا الواحد حاسس حاله مش منيح أحسن يحجر حاله حتى لو بده يقعد كل النهار بالبيت من ما إنه يدهر ويعد غيره مظبوط صح بس الفرق إنه أنا ما عندي كاميرات عم بيصوروني 24 على 24 مثل ضيفتنا مثل ضيفتنا اللي كنا نحضرها 24 على 24 ونصوط لحياتي ويخلصوا دولاراتنا شكراً ليا مخخول مرحباً أحلى بونسوار كيفك ليا؟ الحمد الله أنتو كيف شكراً لك أن تكون معنا شكراً لك أن تكون معنا يعني all the way from Dubai أنت نقلت على دبي مش من زمان فور جود صح؟ موزبوط صار اللي شاهر هلأ جيت عا دبي انفورتونيتي يعني الوادع باللبنان ما بيخليننا نضال هونيك فإتواز هارد بس إيه فلت شو هالأرار هيدا اللي أخدتي هك يعني هالأرار عادة ما بيكون سهل شو اللي هيك شجعك أكتر إنه خلص تقولي خليني أترك لبنان I think إنه الإكسبلوجون اللي صارت يعني كانت خلص لصوريه sur la gâteau كيف نقول بالفرنش it was too much حسيت إنه كل يوم بس كون عبوعة باللبنان ما بحس حالي سيف ديما نكون خايفة وان ما بروح وان ما بيجي خلص يعني كان هيدا الأرار كتير كتير صعب علي بس الواحد بدو يفكر بمستقبل بالفوتر يكون منيح ببلد يكون منيح وهلأ لبنان ما حسيت إنه في ندل ففلت ايموشن لي كانت كتير صعب الخبرية وبعدنا لهلأ ما عم بسد إنه for good فلت يعني بس I guess كانت أحسن decision أخذت له هلأ هيسم شو رأيك بإنه فلت ليا من لبنان ما أنا هيدا بدي أسألية أنت بالأساس خلقاني بفرنسا صح؟ يعني أنت فرنسية بالأساس مزبوط مزبوط خلقاني بفرنسا خبرينا من الأساس كيف جيت من فرنسا على لبنان لماذا جيتها على لبنان؟ من وراء سور أكاديمي صراحة كنت أنا كنت إيجي كل صيفية على لبنان My parents are Lebanese وفمن أنا وصغيرة بروح على لبنان وكتير بحب لبنان وفي صيفية كنت هوني كود أقولي سور أكاديمي وطلبوا مني إنه إذا عابلي أعمر الكاستينج لأنه كنا أصلا شخص بيغني أجنبي فعملت الكاستينج ومش الحال ومن وقتها صار لخمس سنين من وقتها سور أكاديمي دلت بلبنان لأنه وصلت على الفاينل وكان عن جد ومن وقتها دلت بلبنان هيك صارت القصة والحلول هي أنه أنت عن جد من الأشخاص اللي من بعد سور أكاديمي اشتغلت على حالة لو وصلت للي هلأ أنت فيه رح نحكي بعد شوي عن غنيتك الجديد اللي عن جد يعني حتى الشخص اللي يمكن ما عنده الموفز طبع الرأس اللي بترقسي بالفيديوكليب طبع الغنية بس لا بيلاقي حاله أنه ماشي عم بيرقص لحاله مع الغنية رح نحكي عنا بعد شوي بس ترجع بس لفكرة أنه أنت فليت من بعض الانفجار طبع بيروت في شغلة كمان أنه أنت خطبت وخطبت مش قبل بكتير من الانفجار يعني أنت كنت شخص بعدك خطب جديد ومفروض تكوني you're celebrating going out ما بعرف يعني تكوني مبسوطة بعيد الفترة وإجاك الانفجار بس تنكون هلأ on a positive side أكتر خبريني يعني شفنا الفيديو تبع الـ proposal لما أمين he proposed to you and you didn't expect it أكيد يعني واضحة أوجيك أنه مش شايفتي كانت قريبة أبدا شوك شوك نو إي أكيد هلا إذا بدأي أحكى عن positive side أكيد في كتير أساس حلوين صار هو أول شي الـ proposal على الـ set يعني أمين يعني بيعرف أنه لي بس تكون على الـ set during a shooting ولا ممكن تفكر بغير شي لأنه أنا I'm such a hard worker سو إنه بكون على الـ set وهكي I'm worried I'm stressed بدأي كل شي يكون perfect فنقى the perfect time and the perfect place لأنه هيك in my bubble in my music مع العالم اللي بحبون وكانت أول غنية مع أمين فعنجد so many هيكي reasons إنه صارت هالقصة كتير special هيكي memory لكل حياتي الـ proposal سو هيدا أكيد كان very positive و I'm so grateful يعني بس بعدين بس شفنا اللي صار إنه بتيري هيكي I was very sad إنه الواحد بيزعل لأنه متل ما قلتي إنه الواحد he wants to celebrate تدهري and everything أبداً ما صارت يعني صار الـ proposal عالسات وبعدين يعني it was very serious يعني حكينا what to do شو لزيم نعمل هال خطبنا لزيم دال هون لزيم نفيل شو الـ next step و يعني unfortunately الواحد هلا بهيك واضع بلبنان ما فيك تفكري بـ future وبصراحة we have يعني عنا الفرصة نقدر نفيل لأنه في عالم ما بيقدروا يسافروا نحنا حمد الله عنا هيدا الفرصة نقدر نفيل ونقدر هيكي to turn the page ونبلش شي جديد مش يعني عم بنسى كل شي اللي يصار بلبنان لأنه كانوا خمس سنين أحسن five years بحيتي عدتون بلبنان ونوارا سار أكادمي وعنجد سو مني دورز opened وما كارير حسيت بلاشت بلبنان ونوارا سار أكادمي وكنت أنت أول أنت شخص أنت شغلت عاليك بردن سار ببت شخص لازم بعض الحو تشتغل عحاليك يعني أكيد الحو بسرد بسرد بس بعض الحو لازم أكتر 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 زيد 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 شغل يعني فأنا منوارا سلي five years وكتير كتير عم بيشتغل عحالي every single day يا ريت بتخديه معك لهيسم شوي على دبي أنا ارتاح منه بالستوديو بلك بليقيله شغلي بدبي ينتفع منه ويتركني هون لحالي بقى خلص تعبت شفت بكون ساكت أنا ومنيح ومسالم هي تصير تخلي نحكي طالع نازل أنا وعي ما رح أسأل لي زكرت علاقتك بأمين أمين هو هلأ خطيبك وهو بيكتب أغاني صح يعني هو يكتب لك الأغاني تبعي مزدود أمين هي بيكتب أغاني بس قبل هي يوست بي رابر بعضه يعني هلأ هي رابس هي لوفز بس قبل يعني احنا تعرفنا عبعد من خمس سنين بال energy music ونحنا كنا اتنينتنا عم نعمل لأوبنين لهيدا الكون ومع الوقت حاس انه he loves writing songs لأ artist he loves to pitch songs فا بيكتب يعني top lines الملودي يعني full package we have this chance انو يكون عنا هاي passion the common passion it's really amazing انو نقدر نعمل the music sa it's a plus بحس لانو بس عندك هيك partner بيحب exactly the same thing you motivate each other بتشتغله sa هيك يعني we lift up each other تعرف يعني تعرف طيب نفس السؤال هيدا شو بك طيب طيب تفضل كف هو انتو تعرفتو كنتو عم تشتغله سواء على project وتعرفتو على بعض او كنتو تعرفوا بعض من قبل ما كنا نعرف ابدا بعد تعرفنا بعض بالenergy music tour من خمس سنين هو كنا بعمل opening وانا كنت عم بعمل opening ومن شي يوما قبل الconcert كان عنا interview على TV فهون تعرفنا بعض اهاي امين انا اللي بعمل music انا كمان بغني بلا بلا وهايك يعني كان عنا كتير كتير اصص ان كامن ودغري هو كليك بصراحة ومن وقت صرنا خمس سنين وهيك the love is here forever انا انا يعني هلأ صارلي فترة بالحلقات طبع اول شي بمصور بحب روح شوي على قصص شوي اكتر يعني بحب اكيد احكي مع الگast عن القصص اللي بتخصه ان كان الميوزيك وهيك بس كمان بحب من حياته شوي روح بقصص تانية انت ليا you have over يعني عندك اكتر من نصف مليون follower على انستغرام وعندك كتير فانز من ايام استراك اللي هني young people يعني من الجنرات يمكن طبعي واصغر انا خلاص صرت بالlate 20s يي انا صرت بالlate 20s انا عم بقولها كتير انه طلعت اوف شو كبيرة انت قدي عمريك 29 صار انا انا اصغر منك بس هيك لما قلت late 20s حسيت حالة كتير يعني انت هلأ عاشت هيد قصة الحب مع امين وهيك البروبوزل شو بتقولي للبنات اللي هلأ اذا بدك عم بيعيشوا قصة حب او مثلا عايشين قصة حب وعم بعيشوا بلبنان بهيك الظروف شو بتقليلهم يعني انت تفلي من لبنان شو بتقليلهم لقلهم يعني متل ما كنت عم بقول اذا الواحد عمته الفرصة يفيل اكيد اتنينتهم يعني البنت مع خطيبة انا بشجع العالم هلأ بصراحة وانا بدي اقول انا اول واحدة انا وخطيبة منرجع لبنان بس بيرجع احسن اول واحدة لان احنا كتير منحب لبنان and we so attached to this country يعني انا خلقني بفرنسا وقبرت بفرنسا واول واحدة بدي اجا عبل بلدي بس هلا right now انا كلش اللي بسمعو انا بدباي وكلما افتح التيفي كلما اشوف على السوشول ميديا بجعني قلبي يعني عبالي اخد كل العالم معي يعني 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 يعيش حيات حلوة يعني بحس نوبادي deserve such a life غير الكورونا الوضع يعني كله الprices وكل شي كل شي فبشاجع العالم يفلو اذا بيقدرو اذا ما بيقدرو انو I don't know what to say بصراحة انو as much as they can لانو هلا بحس بلبنان people are trying to survive يعني ما في غير كلمة they try to survive مش انو هلا ان بيشتغلو and they're able to have fun or to to have a normal life مثل العالم بهال planet يعني فpeople are trying to survive so I don't know what to say بصراحة as long as they have each other بس الواحد بيكون in a couple بحس انو it's so much بس يكون عندي حب أو family أو any good friends yes yes it's so important يكون عندي surrounded by people that you love and they can support you in any way love or money or anything بس لالأشخاص إذا بيكونوا لحالون I don't know يعني I feel so كل ما يحكي عن لبنان I always feel so it's a very sensitive subject to be honest لأن أنا لحال it's very hard لإلي بس as long as as people have each other يعني إذا الواحد عن to support هيدا كتير مهم we really need each other وهيدا أحسن شي بلبنان يعني الليبانيس بيبول شو بيساعد وبعد شو بيحب وبعد هيدا أجمل شي ببلدنا بصراحة صح طيب لأنك حكيتي عن أدا صعب أنك تركت لبنان يعني أنت حدا هل قد بيتعلق بالمطرح فكيف إذا كانوا أشخاص وأنا بعرف أنه أنت حدا كتير معلق بخيه يعني أنت معلق أخيه نيكولا وأنت حدا كتير معلق أول شي ليه هل قد بتحبي ليه عطول بتحكي عنه ليه بتحبي هل خيه بيضو أنا جيت عدد دبي كمان لأن خيه هون بس لا تعرف خيه من أنا وصغيرة عنا relationship مش I cannot describe it ما في نيكول كيف من نحن وصغار ولا مرة ما كان عنا هاضي الفايت ونعايت عبعد لا لا بالعكس super هيك we love each other we support each other وخيه هو هو يساعدني يفوت بهيد الميوزيك شيلد يعني هو he discovered my love for music شيف أنه I have a nice voice هاك أنه he worked so hard on me كتير كتير اشتغل عالي يعني فها هاك he played a big role he played a big role in my career منقول هاي لنيكولا وقاللي يخليكم لبعض ايد اهم سيا كنت عنده هلا شوف كليون أطبع حمد الله that family is everything for me voilà هيدا اللي كان بدي أقوله أنه نحنا هلأ أنا كنت من قبل فكر بهيدا الشي بس نحنا مع الانفجار ومع كل شي عشنا وصلنا لعنجاد مرحلة وين أنا I put my family first قدم كل شي يعني أنا هلأ مثلا أنا يمكن تعرفنا هلأ بعض جديد ليا بس أنا مثلا كان مفروض اتجوز لبخم بس وقت صار اللوكداون جمعتين أجلت عرصي لكاتورز قوت رجع صار الانفجار لكاتر حسيت لكاتورز أنه كان بس صار لعشرة ايام الانفجار سرجعت أجلت لتوينتيون رجع كمان صار في اللوكداون قربت لتوينتين واللي بدي إليك أنه أنا كمان مثلك أنه أنا جوزت عن جديد أنت خطبتي بس هلأ ماني أدرا فل لسبب أنه أنا وصلت لمرحلة خلص وما أفكر فل بلاهم يعني أنا عندي عائلتي هلأ قبل كل شي خاصة من بعد اللي عشنا فأنا بفهمك أدي صعب عليك تترك بس أنه أنت لدي حسن دبي يعني منك رايحة وراحة تعيش لحالك عنديك خطيبك عنديك خيك مثل ما قلت أكيد أكيد أول شي أنا بس بسمع هك قصص يعني كيف الواحد بده ينبسط يعني مفروض يكون عندي واحد لك ومبسوطة وخلص واحد مش أنه وبدأ أرجع عمل شو هيدا شو هيدا يعني عن جد نحن بلبنان مرأة علينا هالسنة مش معقول أكيد الفاميلي الفاميلي it's so important مش كنت عم بقول again أنه as long as we have family we have to be really grateful for this لأنه في عالم they alone فهيدا أهم ما يكون في الفاميلي وانا ما كنت جيت لهون إذا ما كان في خيية I think لأنه ما بحس في بلش حيات جديدة ببلد أبدا ما بعرف البلد ما بعرف العالم أنه في خيية وهاك ما نفي يعني it's better this way هايس بدك تقول شي بدي أسأل شي تفضل تسمحي لي أنت اللي تابعك بإستار أكاديمي أول شي ذكرت أنت بس أنا أحب أن أرجع وله أنت وصلت للفينال أنت كنت المركز الثاني بالموسم بإستار أكاديمي واللي بيحضرك بالبرنامج واللي تابعك واللي حتى شاف أعمالك من بعد بيشوف قد أنت قادر أنك تجمع بسم الله عليك كذا شي يعني رأس واستعراض وغنى وكلهم على بعضهم ما بتفكر أنك تفوت تعملي شي ببروجي كبير يلي هو ما بعرف مسرح غنائي أو مسرحية غنائية أو تفوتي بهايك بروجي لقليك أنا عندي شي I always live مع هيد الجملة everything happens for a reason بحس أنو كل شي بيجي بوقت حلو كل شي بيجي إذا لازم يسير راح يسير فأكيد إذا في شي نهار جنة opportunity أعمل شي جديد أنا أم always in لكل شي يخلي نه يتقدم بحياتي كل شي new experience I'm always in so why أكيد هلا أنا to be honest my dream today أنو أقدر أعمل a concert a tour بكل Middle East وإن شاء الله شنهار يعني all around the globe هاكي my own concert with all of my songs من أنا وبلشت له هيدا it's my dream ومتما كنت عم تقول يعني to mix الغنة مع الدانس هاكي full 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 concert يعني كيف كنتوا تشوفون بالصور academy مع tablojet وهي musicians wow this is my dream I would love to do this my own concert this is my dream حلو على سيرة الconcert لي راتاتاتا يعني أدي حلو الغنية مرسي شو يعني راتاتا غنوى شو يعني راتاتاتا والله ما بعرف هيك ما هي ما هو هي سام أول ما سمع قال لي إنو راتاتاتا هي كلمة ولا إنو راتاتاتا يعني شي ميلودي إنو راتاتاتا إنو شو تلايتي إلا معنى ولا إنو إجيت بال ما في ما إلا معنى يعني هي راتاتا الconcept اللي عملني مع أمين كان بنا نفاجد للعالم الpower of a good melody بيغنية مين اللي اشتغلنا على الميلودي أكدر من lyrics lyrics ما إلو يعني ما إلو نعازة أصدق إنو there is no sense behind the lyrics يعني we created a language إذا بدك أخذنا هيك كلمة بالسبانيش من هون حطينا توسي lab هيك ورا بعد it has no sense absolutely no sense فمين للconcept تنفاجد للعالم أدى الميلودي بيغنية كتير مهمة مش يعني lyrics مش مهم أبدا بس الميلودي أول شي العالم بتذكر يعني بتذكر نحنا أنا بس كنت صغيرة مثلا وما كنت أعرف كتير الإنجليش وهاك كنت حب غنية ما كنت أعرف شو أبغنية بس I was humming the melody لأن الميلودي أول شي الواحد بتذكر ف that was the main concept لكنت بنا هيك to spread the message to people وهيك كتبنيها in 20 minutes بصراحة it was a very quick project وأصلا it wasn't planned at all أنا كنت عم بشغل غير غنية بوقت وكان عم نعم الbreak وهيك سيئة بت عملنيها سوا وصار علي أكتر من مليون يعني فيو على youtube صاح موزبوط راح توصل 2 million views حلا no I think في كذا reasons behind this أول غنية مع أمين نعم لأسوا و I think العالم هيك they are very touched بس بيشوف for a couple سوا or anything related to the family دائما من شوف على social media people get more هيك touched so يمكن أن الغنية مع أمين عملناها سوا والغنية I think the beat is nice it's very fresh it's summer song people can dance on it يعني بحس هول الغنية اللي العالم بيحب ويسمعوها وبحس هلا forever يعني انت شو ما تعملي بحس هلا رح تضل هاي الغنية معلمة فيك غير إنه أكيد معك كان أمين بالفيديو كليب وبالغنية وكل شي بس إنه صار البروبوزل فيه مزبوط نعم هاي ده لكل حياتي رح تضل البروبوزل قبل ما نوصل قبل ما نوصل إنه أمين بدنا نخطب فكيف صارت معكن نحنا كنصلنا فترة يعني عم نحكي بالموضوع يعني من أول جانوري وهيك بس إنه أمين بصر الكورونا كان بأبو دبي وأنا كان بلبنان فما شفنا بعد خمس خمسة شهر فبهول الخمسة شهر ما أبدا ما حكينا عن الموضوع بقى إنه إنه it wasn't the moment أصلا نحكي عن البروبوزل أو إنه الوضع كان كتير منو منيح كورونا ولبنان وهيك فحكينا أول سنة بس بعدين مرجعنا حكينا ده سوى كانت هيك إنه وسيختو إنه عالسات إنه إنه أكيد ما رح فكر أبدا فنو it was a real surprise يعني very very well done باي أمين وبنا نبعت لأكيد بس قبل ما يسأل هيسم سؤال وبنا نبعت لأول شي بوس كبير اللي نغندور اللي أكيد رح تسمع هيدا البودكاست اللي كمان كانت قاست بأول شي كانت ضيفتنا هي اللي عملت الكوريغرافية تبع الميوزيك فيديو مضبوط Not this one مش هيدا الميوزيك فيديو بس لين she's my best friend very very good friend of mine و بدي بس قول إنه لين شخص we clicked so much لأنه she's such a hard worker وشو ما منعمل هي تعمل شي وانا عمل شي we always always supporting each other و أنا بنسبة لإلي هيك شخص it's a real real friend تانيتنا بهك field in the art business وهك ف it's very important to be surrounded by people يفهموك و to be clean to have a very good heart لأنه تعرف بهك in the music field ما تعرف إذا بكون surrounded by friends إذا بكون real friends or شو ف نولي عجل ما صار نا كتير وقت نعرف بعد by the way صار نا يمكن شي 3 سنين بس بس حبينا بعض دغري لأنه فهمنا بعض and I think we have the same goals in life to spread positivity to people and to inspire people بس 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 thank you so much يا أختي يمكن. كل ما أحكي أنا بمئة ألف خبرية وشوف انتبهي. أنا أولا مرة برد. أنا بتريكة بتحكي. آه ولا ما بترد. ما بترد. أصلا اليوم هلأ الحلقة مع عليها كتير تمام وكتير حلو. سألني ليش لأنه ما عم بحس بوجودك عم بحسك غايب. أنج عم بتسأل أسئلة. وحاسي حالي أنه أنا الحلقة كلها أنا وليا. وأنه أنت هيك من فترة للتانية بتسأل سؤال صراحة. أنا اليوم فهمت عن جدل تلميس شو عم بيعانوا بالتعلم عن البعض. طريق. مخصني يعني. ناطر بس عم بسمعكم. أيوه. عندي سؤال أسأله للأليا. بتسمحيلي كمان أو كمان بتطلعيني من البرنامج. اتفضل الميكرو لألك. تانكيو. أنا لأني أعمل رشارش مظبوط عنك كمان. بعرف أنه أنت بتحب بيونس كتير. صح؟ مظبوط. مظبوط. برك الإيدال طبعيك هيك بغربيا. بس أنت بالشرق عندك حدا هيك بتطمحي له بتقولي أنه أنا عبالي يكون مثل هيدا الحدا؟ تعرف. بحس أنه كل الأورتست هيك ده كيف نقول. أنه I get inspired from many artists. أكيد بيونسي لأنه من أنا وصغيرة بحس أنه كبرت مع I watch so many videos she inspired me a lot بس أنا وعب أكبر قبل أنه بس كنت صغيرة أنه بحب العالم تكمبي مع بيونسي بس أنا وعب أكبر و as an artist صورت إفهم شو بدي شو ما بدي مين حب أكون مين حب أمن كون فاليوم أهم شي لألي أنه for people to stop comparing me و هيدا أصعب شي لأرتست أنه يكون هو يعني أنا بحب أنه العالم يقوله ها لي يا مخول مش أنه يبتعمل مثل بيونسي أو هيدا بيونسي ما بعرف شو أنه هيدا أصعب شي وعم بشر كتير عحالي تكون عندي my own sound my own style و هيدا شي كتير صعب بس I think ما عندي حدا like a favorite artist بحس أنه كل artist بيجيب لي شي بحياتي و بحب كذا style يعني مش أنه بس الباب أو الشي لا بسمع كل نوع of music لأنه بحس هيدا كتير مهم يكون عندك هكي a window of a very large window of style no I don't think عنده حدا هكي in specific في كذا أشخاص بحبون كتير بحب جوزاف عطية by the way كتير بحب شو بيعمل بحبه as a person كمان he's very humble و بحب his songs كمان لأنه بدي أقول شغلي إنه نحن as an art as artist العالم بيخدونا ك role model فأوكي أكيد حلو نعمل الأغانة حلوين ونكون لبسين حلوين وبلا بلا 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 بس it's deeper than this يعني أنا as an artist بحب إنه to inspire people and to spread positivity and messages يعني أنا بكل my songs في message ورا الأغانة هلأ راتاتا exception ما في ولا message بس لك هيدا عن جهد مثلك أني كريت الأفكار عن جهد جهت أسألك سؤال إنه أنت قديش من خلال social media طبعك حتى مش بالأغانة حتى بالقصص اللي بتنازليها إنه أنا اللي لاحظته إنه you have a lot of fans لأنه تقليك ليش اكتشفت هيدا الشي هلأ في كتير ناس على social media عندهم أرقام بس هول الأرقام ما بيكونوا ما بيعنوا شي لأنه ياما ياما مثلا بتشوفي عالم عندهم أرقام بس إنه بتحسي إنه ما في interaction أو إنه ما بتحسي به هالجيش اللي عندهم بس أنت أول ما بلشت أعمل البودكاست ونزلت حلقتي مع لين مثل كأنه إجا من عند لين عالم عم بيقولولي إنه استقبلي لي استقبلي لي استقبلي لي وأنا من وقت قلت لهم إنه I will I will بس إنه عطوني بس شوية وقت لا هلأ أرجعنا استدفناك بس بحس إنه عنجد you have people following you وأديش هاي دي responsibility لقالك مثل ما قلت إنه they are not following you just for the music بس for you as a person سو أديش كمان أنت عليك responsibility on social media مع أكتر من نص مليون شخص إنك تكوني مثل ما قلت a source of inspiration أو تكوني عم بتقليلون أصص تفيدون لقلون أكيد أكيد هلأ يعني بدي أقول شغلي إنه store academy ساعدني كتير لأنه كنا بيصورونا 24 sur 24 24 24 فما فيك تكسب ما فيك تكسب إدام الكاميرا فالعالم شيفوني I think بيعرفوني أكتر من عائلتي بصراحة لأنه من الصبح العشية فكيف ليه عم تلع كيف ليه عم تأكل كيف ليه عم تحكي مع العالم كيف ليه عم تلبوس بيعرفو كل شي فأي think إنه كنت أم بقول أزا نورتس أنا بنس لأحب العالم أكيد they enjoy my music واو it's amazing يعني واو بس بحب إنه يحبوني كمينك as a person it's very important for me إنه يعرفو من أنا من ليا لأنه I don't want to be different يعني ليا الليا اللي بتخن مانا different ليا بالحيات إكسب على الستيج أنا بكون شوي خوطة بس أصدي it's the same person فأي think I love to inspire people بحب to share my life to share هكي advice عن الحيات بيجيني كتير مساجات the least I can do for the audience إن نورد عالم ما بي ردو أو they ignore the messages ما هول عالم بيسعدوك يعني تقدري to reach where you wanna go فأي this is the minimum بيوصل the messages إنه بيبكو it's so beautiful وكنت عم تحكي عن الأرقام أو followers إنه half a million ما بعرف شو أنا بدي أقول إنه أنا هول numbers ما كيف منقول ما بينعول شي ما بينعول لأنه إذا غيرت حياة وحدة أنا ربحت كل شي I want I want my life يعني خلاص this is my goal شخص واحد يعني أنا بيصل لمساجات إنه wow ليا thanks to your video or thanks to this or this هلا إنه my day was better thanks to شفت إنه عملت هيك عملت مكليك يعني wow أحسن من هيك يعني this is so beautiful فأنا المينمم اللي فينا أعمل ورد عهو الأشخاص كل يوم بيخد من وقت ترد عالإنستغرام على my social media بيبعد voice note بيبعد صور بيبعد videos and people respect this because you know I respect them ماهني they respect me I need to respect them as well so I think the fact إنه بيحسو الارتس are close to them they respect this a lot this is what they want ماهني where they following you ما بدون كمين response from the artist is that you ignore everyone ما هو العالم بيوصلك ياريت الكل بيفكر مثلك عن جد لأنه هلأ recently أول ما شخص صار عنده كم follower على انستغرام صار مفكر حاله قل يعني أنا مثلا شخصيا صارت حكي شخصين هلأ على انستغرام من my personal account إنه طيكونوا جوفنا على أول شي بون صوار لهلأ اثنين ما قروا المسج مع إنه they are being active on انستغرام أنا رح غضع نزل عن هيدا الشي وبس إنه رح قللهم إنه هني بعدين هني اللي رح يندم وإنه ما كان غس على أول شي بون صوار هني الخسارينين صح شو قلت هيسم لا بس عملك إنه ما بهمنا نحن أصطنوض الناس نحن بدنا الناس اللي بتشبه الناس اللي معنا وبيسمعونا صح أنت هيسم كيف بدك تسأله لليا عن جد شاء تقلت لك تعال خلاص هيا آخر حلقة ما بتكون فيها بالستوديو خلاص عن جد بدي يكون بوشك سمعوا سمعوا الاعتراف يا جماعة اعترفي آخر مرة عن جد هيسم أنت كنت يلي تحت الهواء إنه بدك تسأله لليا عن استراك صح ما كنت جاي أسألك حياتي يلا تفضل إليك الهواء ليا سؤال سريع بدي بشكل سريع بستراك أكاديمي أنا كنت من المتابعين يعني إذا بدك الكتير أوفية بستراك أكاديمي وكان دايماً عندي سؤال إنه قدي نسبة إذا بدك مش إنه ما بدي أقول التمثيل بس قدي نسبة هيك الأشياء اللي بتنعمل ما بتكون حقيقية بستراك أكاديمي يعني إحنا لما كنا نحضركم 24 على 24 كان عن جد كل شي 100% هو شي أنتوا عم تعملوه أو في قصص كانت تنطلب منكن مشاكل قصص بين بعضكن دروبة بتعملوها كلها منكن أو كانت تنطلب منكن تعرف أول ما تظهر من السؤال أكاديمي هذا كان أول سؤال من كل العالم عن جد كان هيك عم بتعملها عن جد هيك بدي أقول لك إنه يعني كل شي اللي كان عم نعمله منا ما حدا إجا قالنا ليا بكرة عملي فيك فايت مع هيدي ليا بكرة نو نو ما في هيك ما بعرف للعالم يمكن بغير سيزن صار هيك ما بعرف بس أنا بمي سيزن ما كن في هيك أساس نو وأنا أصلا ما بيقبل حدا يقل شو أعمل دم العالم I want people to discover me منو مين أنا ما ما بدي حدا يقل شو بدي أعمل فنو أبدا ما كن في هولي ونحنا كنا we were creating some nights إنو مسلا كنا نقل لهم لل production عابلنا نعمل مسلا ما بذك شو عملنا بس إنو any theme إنو cinema theme عملنا هيك some nights تيا اليوم فأنا كتير 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 مبسوط وكتير مبسوط إنو حدا بنجوميتك وبالشهرة اللي عم بتحقيقية قادر هالأد بعد يكون قريب من الناس وبيشبه الناس فthank you for this مرسي لأيلك for your words وفي كتير وفي كتير عملنا بيقول إنو إيه أنت هاك بس مع الوقت رح تتغيير أنا بدي أقول شغلي إنو لا بدي تغيير مين ما كون مين ما كون ما أنا متلكم يعني مش لأنو أم أن أردت اللي بيكونو هاك down to earth humble you have to yeah down to earth to be honest يعني لا بدك تكبل راسك و تكون لا لا شو أنا ما ما بفهم and I will never change I know myself يعني هاي دي تسو promise مع حالي إنو بالعاكس بدي ضل هاك و I'm so glad إنو هاك اسمع شخص إنو لأنو انت بتعرفني من ساعة academy و هلا أم تشوف كيف عمكون إنو هيدا أجمل شي لإلي اسمع إنو عم تشوف إنو ما تغيرت it means إنو I'm real I'm real I'm real لأنو عن جد أنا كمان إنو لما حكيت لالين إنو سلي زمين كين بيقولولي عن لي و أنا بأجل بقول إنو هلأ لي يمكن إنو بده يمكن إنو تعرف شوية أكتر عن البودكاست ولا تشوف لأنو في عن جد ناس بيهمهم بريئة إنو تكون هالقد سهلة إنو يحكيك الواحد بش إنو ما بتخوف إذا إنو يعم بحكي لا كتير تشال عادة و بده إليك إنو it's a pleasure أشخاص يجوا يحكووني ويقولوا فيك تعمل الانتربيو يعني لالواحد بده يفكر 300 مرات يعني تقول إيه ما أم بيجيين العالم أم بيطلبوا مني إحكي عن عن my story عن حياتي يعني يعني لا بد أقول الله بالعكس أكيد يعني whoever مين ما بتكون شوان تان لإنو أكيد يعني I want people to know my story and it's a pleasure for people to want to hear this so أكيد Thank you so much عن جاد أني كنت اليوم معنا صري أخذنا من وقتك وعذرناك شوي يعني نحنا بدنا نقول أكيد لكل اللي عم بيسمعوا هيدا البودكاست أنه هيدا البودكاست يعني أنا الوحيدة اللي بالستوديو وهيسم وليا اتنينيتم مش بالستوديو لهيك يمكن الصوت شوي بيقتش أيام منعتزل عن هيدا شي أنتو بتعفو قديش أنه دايما نحنا البودكاست طبعنا الصوت نضيف كل شي نضيف ومنحب نقدم لكم أكيد أفضل البودكاست بس أنه اليوم إكسابشن لأنه حضرته هيسم قرر ما بعرف شو يصر له ويبقى بالبيت فاضطرت أعمل هيدا الشي حتى ما أجل الريكويدنج طبعنا شو بديك تقول هيسم هيسم مش عم بسمعك شو بدك تقول بدي ألهم أنه أنا رجع لك يعني بس يتطمنوا أن أنا راجع الأسبوع اللي جاية ورجع لك على ستوديو أحنا ما تضلك لحالك أخدي ماجدك فيه الحمد لله أنت وعدني بتجوف غير شكل للأسبوع المقبل صراحة صح بس خلي الناس تنتر تشوفين معنو أكيد حتكون مفاجأة كبيرة لليا الشهرة هدفهم النجاح حلمهم طبعهم تموحهم المجد رابح النظام بقى رح يقدموا أفضل ما عندهم أمامكم رابح واحد لليا مخول بديل لليا بس عن جال طلعت من استرق أكادمة ربحاني مش بس جمهور ربحاني كمان هيك سئة ناس تابعوها بهالواد فيعطيك ألف ألف عافية جيد لك بكل شي بتعملي سلمي لنا على نيكولا وقولي له حبيني عم حبتك وعلى أمين صح أكيد thank you so much وسيل thank you guys لكل شي thank you for taking the time to do this للي ولا غير عالم يعني it's really amazing to be هيك have this chance to talk about our stories مرسي كتير للكم مرسي رينو مرسي هيسا أكيد للمستمعين فيكن تحضروا أو فيكن تسمعوا أو ما فيكن تحضروا فيكن تسمعوا هيدا البودكاست على أنغامي على Spotify SoundCloud Apple Podcasts على Deezer everywhere يعني حيال البلاتفورم فيكن تسمعوا اللي بتلاقيوا أول شي بون سوار make sure to always write us a review تانا احنا نتحسن نعرف شو نائس إذا عم بتحبه ومش عم بتحبه ودلكم عم تسمعونا باي هايسا باي